القمة السابع والثلاثون لقادة الخليج في العاصمة البحرينية المنامة تليها أول قمة خليجية بريطانية في ظل مجموعة من التحديات والتطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية المتسارعة والقضايا القيمية والدولية العالقة الخارجة من إطار صراعات النفوذ والسيطرة وعلى ذلك تأتي أهم البنود التي ستطرح خلال القمة والتي مهيدة لها بلقاءات تشاورية بين القادة حينا والوزراء حينا آخر للدول المشاركة كما يلي تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية بناء على تفعيل رؤية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعد أن تم إقرارها من قادة دول المجلس الحرب في اليمن وألان الحثيين وصالح ما سمي بحكومة الإنقاذ والوضع في سوريا التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية وأوضاع الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات العربية المتحدة ودعوة طهران لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي الملف العراقي ومعركة الموصل وتنامي دور الحجد الشعبية الذي تراه الرياض يدا أخرى لطهران في دولة عربية توتر العلاقات السعودية المصرية بعد فشل المبادرة الإماراتية لتقريب وجهات النظر بسبب من وصف بجنوح القاهرة بعيدا عن الرؤى الخليجية إضافة إلى ملف الإرهاب وطرق القضاء عليه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف زياري أكد أن المنطقة تتواجه تحديات جمع تتطلب المزيد من الجهد والعمل والتضامل بين دول المجلس وأكد أن دوله تدرك التحديات الأمنية التي تواجهها القمة التي تستمر يومين ستطبع بلقاء قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا زيريزا مايا التي ستكون ثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية بعد فرانسو أولاند الذي كان حاضرا في قمة الرياض التشاورية العام الماضي لكن خلافات سرعان ما ظهرت للعيان بين أهل البيت الخليجي وبخاصة بين الرياض وعمان التي استثنيت من زيارات الملك سلمان التحضيرية قبل الوصول إلى المنامة اللقاء يطمح نحوة تحقيق اتحاد تام هذا له تكامل اقتصادي بوجود المجلس الاقتصادي الأعلى وعسكري بوجود درع الجزيرة وعلى ذلك لم يبقى سوى القرار السياسي المترتب على وضعا بات يتطلب مزيدا من التوحد لمواجهة الأخطار التي تعصف بتلك الدول شكرا